اشتركوا في القناة واثنان بقيمة أربعة أرقام بالدولار الأمريكي وواحدة بقيمة ثلاثة أرقام وفي تحديثنا على هذه الدراسة التي أجريت منذ 13 شهرا لا تزال عاملة البيتكوين ورمزها بيتي سي ويرين فاينانس ورمزها واي اف آي هما صاحبة الامتياز الوحيد اللتان تحملان قيمة سعرية بالدولار الأمريكي تتكون من خمسة أرقام وهناك من مجموعه خمسة أصول رقامية يتم تدولها بأسعار مكونة من أربعة أرقام نتائج الدراسة لم تنتهي عند قيم العملات الرقامية ولكن امتدت للقيمة الإجمالية لسوق العملات الرقامية منذ عام حيث كانت قيمة اقتصاد العملات الرقامية نحو مرتريليون وثلاثمائة وثلاثين مليار دولار أمريكي في الثامن عشر من تموز يوليو من العام 2021 وتم تدول البيتكوين البيتسي مقابل واحد وثلاثين ألفا وستمائة وخمسة عشر دولارا لكل وحدة في ذلك الوقت كان أحد الأصول الرقامية الأخرى بقيمة خمسة أرقام الدولار الأمريكي حيث كانت يارين فاينانس YFI يتم تدولها مقابل ثمانية وعشرين ألفا وستمائة وأحد عشر دولارا لكل وحدة وبالعودة للدراسة التي أجريت في أغسطس من العام 2022 لا يزال كل من بيتكوين ويارين فاينانس أغلى أصول رقامية لكل عملة من حيث قيمة الدولار الأمريكي ومع ذلك يتم تدول كل من البيتكوين ويارين فاينانس بقيم أقل كثيرا مما كانت عليه قبل 386 يوما من إجراء هذه الدراسة في أغسطس من العام 2021 في ذلك الوقت ذكرت بيتكوين دوت كوم أن أغلى خمسة أصول رقامية ناقص العملات الرقامية الذهبية تضمنت بيتكوين بيتيسي يارين فاينانس واي ايف اي مكر م كي ار ايتاريوم اي تي اتش بيتكوين كاش بي سي اتش بينما يتم تدول البيتكوين حاليا مقابل قيمة تتراوح بين 23 ألفا و23 ألفا وتسعمائة دولار أمريكي إلا أنها لا تزال تسوي خمسة أرقام بقيمة الدولار الأمريكي ويتم تغيير سعر يارنفاينانس YFI مقابل 11455 دولار لكل عملة في العام الماضي كان سعر إيثاريوم 4861 دولار لكل وحدة من الإيثاريوم وهي الآن يتم تداولها عند مستويات 1773 دولار لكل وحدة وكان مكر عند مستويات 3199 دولار واليوم أنغضت قيمته إلى 1136 دولار للعملة الوحدة تبادلته شركة أولمبوس OHM مقابل 946 دولار والآن أصبحت عملة واحدة مقابل 13 دولار وواحد وستين سنة في حين أن عملة البيتكوين كاش بي سي اتش كانت 722 دولار للوحدة أصبحت اليوم 134 دولار للوحدة الواحدة من بيتكوين كاش يأتي هذا في الوقت الذي تم تبديل الوافد الجديد لأغلى 5 أصول رقمية هذا العام عملة باينانس بي ان بي مقابل 663 دولارا في يوليو تموز من العام 2021 لكن الآن انخفضت إلى مستويات تقارب النصف 324 دولارا للعملة الوحدة من باينانس في حين أنه من المثير الاهتمام النظر للأصول الرقمية من منظور قيمة الدولار الأمريكي المكون من خمسة وأربعة وثلاثة أرقام أو أغلى الأصول الرقمية تجدر الإشارة إلى أنه في كثير من الأحيان ينظر إلى أولئك الذين ليسوا على دراية بالعملة الرقمية كما لو كانت أسهما أو أنها أصول قابلة لاستبدال ولكن هذا الأمر خاطئ العملة الرقمية هي مجتمع قائم بذاته